يقول الله تعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ومما يُعِين على فهم ألفاظ القرآن ومعانيه مُدَاوَمَةُ الْقِرَاءَةِ وَالتَّفَكُرُ فِيهَا وَمُحَاوَلَةُ تَحْسِينِ الصَّوْتِ وَالتَّرْتِيلِ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدنى الله لشيء ما أدنى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به تدبر أخيى كتاب الإله تدبر وردت الففي النجا يزدك الكريم بفطل عظيم وتلقى الإله بسعد ترى وتلقى الإله بسعد ترى فيسعد من بجد تلاه ويسعد من بفهم عنى فهذا الكتاب ينير الظلام ويهدي الحيارة بدرب الحياة ويهدي الحيارة بدرب الحياة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد عودٌ مباركٌ بإذن الله رب العالمين إلى حضراتكم في برنامجكم حكمةٌ بالغة واليوم سنتكلم في قضيةٍ هامة وهي من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ألا وهي الأشباه والنظائر الأشباه والنظائر قد نسمع هذه اللفظة تتكرر في كتب علوم القرآن كثيراً وأردنا أن نقف عندها بشيءٍ من التفصيل وبالأمثلة حتى يعلم المشاهد الكريم شيئاً عن الأشباه والنظائر في كتاب الله حتى إذا قرأ سورةً أو آيةً ووجد فيها أشباهًا أو نظائرًا وجد فيها الأنس لفهمه لهذا المعنى وقبل أن نعطي الأمثلة كما تعودنا مع حضراتكم أريدك أن تعرف شيئاً عن الأشباه والنظائر فقد قال أهل العلم فيها إنها تعني وجوه المعاني أو تعدد وتشابه الألفاظ فأشباه ونظائر تدور ما بين اللفظ ووجوه معاني لما قال سيدنا عبد الله بن عباس يوماً أمام سيدنا عمر بن الخطاب إني لا أعلمهم بكتاب الله قال سيدنا عمر ساعتها ولكن يا بن عباس القرآن حمال لوجوه كثيرة يعني أن اللفظة قد تطلق ويراد بها المعاني الكثيرة يا بن عباس ولكن القرآن حمال لوجوه كثيرة ولهذا قال أهل العلم في قضية الأشباه والنظائر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة وبالمثال كما تعودنا مع حضراتكم يتضح المقال هل أنت متخيل أو تظن أن اللفظة الواحدة في القرآن الكريم لها معنى واحد إذا كان ذلك فقد جانبك الصواب خذ معي قول الله سبحانه وتعالى فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا كلمة قضى هذه المادة المأخوذة من كلمة قضى هذه الكلمة ثلاثة أحرف وردت في القرآن الكريم ولكنها ترد في كل موضع بمعنى يختلف عن الموضع أو المعنى الآخر الله سبحانه وتعالى لما فرغ من خلق السماوات وخلق الأرض قال فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ أي انتهى وفرغ من خلقهن هل تظن أن كلمة قضى في هذا المقام هي نفس كلمة قضى في قوله تعالى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَكَهَا نفس اللفظة هنا قضى وهنا قضى لكنها هنا بمعنى الأجل فلما قضى زيد منها وطرا الفترة التي عاشها سيدنا زيد بن حارثة مع زوجته السيدة زينب بن تجحش قبل أن يفرق بينهما وقبل أن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَجْنَاكَهَا أي أجلا أو فترة زمنية فهي كلمة واحدة وأخذناها الآن بمعنيين فلفظ مشترك وتختلف معانيه في خلال ومن خلال قضية الأشباه والنظائر هذه الكلمة تراها في قوله تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نفس الكلمة بنفس الأحرف بنفس المادة لكنها جاءت هنا في سورة الإسراء بمعنى الوصية يعني أوصان الله سبحانه وتعالى بعبادته وتوحيده وبالوالدين إحسانا ونفس هذه المادة أيضا في قوله تعالى بنفس المادة عليك أن تركز معي بنفس المادة من حرف القاف والضاد والياء لأننا حين نرد كلمة قضى إلى المضارع سنجدها يقضي فقبل الآخر مكسور فهذه دلالة على أن آخرها ياء وليست ألفا لينة فهذه الكلمة نراها في سورة القصص في قوله تعالى فقضى عليه حين واكز سيدنا موسى هذا الرجل المتهاوش والمختلف مع الرجل الذي من شيعته فوكزه موسى فقضى عليه أي أماته إذن هنا بمعنى الموت فواحدة نجدها بمعنى الموت وواحدة نجدها بمعنى الأجل وأخرى نجدها بمعنى الوصية والتي تكلمنا فيها في البداية بمعنى أنه فرغ وانتهى من خلق السماوات والأرض فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها هذه لفظة واحدة في القرآن الكريم تأتي بمعاني مختلفة حتى قال أهل العلم إن اللفظة الواحدة في القرآن الكريم قالوا إن اللفظة الواحدة في القرآن الكريم قد تصل إلى عشرين معنى إلى عشرين معنى ولا عجب ولا غرف أيها المشاهد الكريم خذ معي لفظة أخرى حتى نتعلم شيئا من ألفاظ القرآن الكريم وعن ألفاظ القرآن الكريم وعن معانيه من هذه الألفاظ في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى وسنذكر الأمثلة تباعا لمادة أو لكلمة الروح 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 تأتي في القرآن الكريم بمعنى الرحمة بمعنى الرحمة والعطاء الرباني اقرأ فروح وريحان وجنة نعيم تجد أن كلمة روح هنا بمعنى الرحمة بل تأتي بمعنى أنها تدل وتشير إلى سيدنا جبريل وقرأ القرآن الكريم في قوله تعالى نازل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين وتأتي كلمة الروح أيضا بمعنى القرآن الكريم تعني القرآن الكريم وقرأ في آخر سورة الشورى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا فهي هنا بمعنى القرآن الكريم وقد تأتي نفس هذه الكلمة قد تأتي نفس هذه الكلمة بمعنى روح الإنسان التي بين ضلوعه وقرأ في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ إذن هذه أمثلة ضربناها الآن لكلمة قضى على اختلاف معانيها ولكلمة روح على اختلاف معانيها فهذا هو القرآن وهذا هو الإعجاز انتظرونا بعد الفاصل لنستأنف حديثنا معكم حول موضوع الأشباه والنظائر فلا تذهبوا عنا بعيداً اشتركوا في القناة